النهاردة ما اشوف المطعم الشيفة ليت سند هعرفكو احلى طواج الماكارونا اكلتو في حياتي في اسكندرية هعرفكو بيتعمل ازاي تابعوا معنا الفيديو اول حاجة معنا الماكارونا الماكارونا بنسلقها نص كيلو بنسلقها على الاثنين لتر مية ولازم تكون المية مغلية الاول وفيها ملح وزيت بعد كده بننزل بالماكارونا والماكارونا اهم حاجة تسلق نص سلقة واقل كمان من نص بعد كده بنبتدي بنصفيها في مصفة وممكن نحط عليها شوية زيت عشان ما تلزقش او ممكن نشطفها بمية بردة بعد كده عندنا لتعصيج اللحمة المفرومة معلقتين سامنا كبار بنحط عليهم نص كيلو لحمة مفرومة من ربع لنص كيلو لحمة مفرومة بنسيبها بقى تتحمر معنا اللحمة بالشكل ده بعد كده بننزل ببصلايا مفرومة ناعم ونص ارنفلفل شط حار احمر او اغدر بعد كده عندنا بنحط التوابل بتاعتنا معلقة فلفل اسمر صغيرة معلقة كزبرة جافة بعد كده عندنا معلقة بابركة اللي هي الفلفل الاحمر الجاف ونقلب بعد كده عندنا نفصين حبهان بندقهم عشان راحة بتاعتهم تطلع ورقتين لورة ومعلقة ملح صغيرة ونقلب كله مع بعض بعد كده اهم حاجة جسط الطيب رشة جسط الطيب انا بحب ايه مع اي لحمة تبشر جسط الطيب بتضيع طعم جامع بعد كده عندنا طماطماية كبيرة تكون متأشرة وابدون بزر ونقلبها مع التعصيجة بعد كده عندنا عصير طماطم يعني ايه ثلاث كبيات كده بعد كده لو الصوص الطماطم مش احمر بنحط معلقتين صلصة بوريه عشان تحمر معاني ونسيبها تستبر بعد كده معانا بقى لتجهيز البشابيل عندنا معلقتين سامن كبار عليهم معلقتين دقيق كبار ونسيبهم بقى نقلب الدقيق مع السامنة لحد يبالونه دهبي وريحة الدقيق تطلع الدقيق مع السامنة تطلع معانا بس اهم حاجة نرفع منع النار اول ما ريحة تطلع نرفع منع النار الحركة دي بتخليلنا الدقيق ما يكالكعش وبعد ما نحط اللبن وفي نفس الوقت اللبن يكون مغلي وبارد هنحطه دلوقت اللبن او ما كالكعش معانا لان ايه الدقيق برد وفي نفس الوقت اللبن عندنا كان مغلي وبارد بعد كده بنتبله بقى معلقة في الفلسمر صغيرة مع راشة جسط الطيب عندنا شوية ملح ونقلب بقى الملح مع التوابل مع البشاميل بالشكل ده وطبعا عشان تطعم معانا البشاميل نحط مكعب ماجي او ممكن لو ما فيش مكعب ماجي لو عندكم شوية شربة نص كباية لبن عليها نص كباية شربة او فريش كريم معلقتين فريش كريم ونقلب بعد ما التماطب السبكت بننزل بالمكارونة بعد كده الجبن شوية جبن عندنا بعد كده بنقلبهم بعد كده ننزل بالبشاميل ونفرد البشاميل على وش المكارونة دي يتبقى بتجمع ما بين المكارونة الفرن والمكارونة البشاميل طعمها بيبقى جامد واندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ايه من نص ساعة لساعة لربو تطلع معنا بالشكل ده كده طعمها جامد طعمها ما بين المكارونة الفرن والمكارونة بالسلسة والمكارونة بالبشاميل احلى طبق مكارونة نكلته في حياتي في اسكندرية ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة قناة شيف المطعم الشيف واليد ساند اشتركوا في القناة